الآن إلى قطاع التجارة حيث كشف وزير وتجارة كامال رزيك عن الفتح الرسمي لما يسمى بسجل تجاري للتصدير وسجل تجاري متعلق بتجارة المقايدة لتسهيل تجارة الخارجية وترقية الصادرات خاصة بالمناطق الجنوبية وجاء تصريح وزير التجارة على حامش زيارته لولاية تيندوف والمعبر الحدودي مع موريطانيا التغطية كانت لمنسلون محمد لجرب فتحنا رسميا ما يسمى بسجل تجاري تصدير يعني مؤسسة تصدير متخصة في التصدير كما فتحنا سجل تجاري فيما يتعلق بتجارة المقايدة لأنه كان فيه إشكال في الولايات هذه سجل تجاري بالنسبة للجملة مجمد وبالتالي اهتدينا إلى فكرة وتم الفصل فيها أهائيا وإن شاء الله يبدأ من يوم الأحد تصبح سجلات تجارية سيناسية تمنح هذا سجل ما يسمى سجل المقايدة وغير بعيدنا كما رزيقنا الولايات الجنوبية هي نقاط قوتنا للولوج لأسواقنا أفريقية نظران العلاقة القوية بينهما وبين البلدان المجاورة التي تصل لعلاقات عائلية يجب استغلالها الإيليزي والتمرست وأذرار وتندوف تكون هذه النقاط قوتنا للولوج إلى الأسواق الإفريقية وخاصة تندوف بأن المعبر هذا موجود منذ سنتين باش يكون القوة وانتم تعرفوا أحسن مني بأن الساكينة في تندوف أبناء عمومتها في موريطانيا وحتى في تمرست في مالي والنيجر لابد أن نستغل هذه القوة التي طهنا المولى عز وجل باش نحرك تجارتنا الخارجية بشكل كبير